متابعيني جميعاً على قناة إنفو تيكفوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة أوبن إي آي أعلنت مؤخراً بتاريخ 31 أكتوبر 2024 عن إطلاق ميزة البحث في شاة جي بي تي بقت موجودة بالفعل داخل شاة جي بي تي بتيح للمستخدمين الحصول على إجابات سريعة ومحدثة مع روابط لمصادر ويب زاتة صلة شاة جي بي تي دلوقتي تقدر من خلال البحث في الويب إنه يقدم لك معلومات حديثة حول الأخبار أسعار الأسهم، الطقس، الرياضة الميزة دي متاحة حالياً لمشتركي شاة جي بي تي بلس وتيم بالإضافة لمستخدم قيمة الانتظار سيرش جي بي تي اللي قدموا على الويكليست إن شاء الله حتكون في الأشهر المقبلة على كلام أوبن إي آي حيتم توسعها عشان تشمل جميع المستخدمين وهم عملوا تحديثات شراكات مع مزاودي الأخبار والبيانات عشان دايماً يضمانوا إن المعلومات تكون محدثة دلوقتي هنجرب بشكل عملي شاة جي بي تي سيرش من خلال شاة جي بي تي بلس ونشوف النتائج عن طريقه هتكون عاملة إزاي؟ يلا بينا بالدخول على شاة جي بي تي بلس هتبص تلاقي إن جنب العلامة الخاصة بأتاتش فايل هتلاقي السيرش زاويب سيرش زاويب بتبتدي إن انت تدوس عليها علشان تفعلها هنا شاة جي بي تي بتحوي إلى سيرش انجين أو محرك بحس بالذكاء الاصطناعي من خلاله بتبتدي تكتب الحاجة اللي انت عايزها وكأنك بتدور من خلال محرك بحس هنا هقول له top 5 AI chatboot last 3 months ودور على top 5 AI chatboots الموجودين في آخر 3 شهور هنا ابتدى إن هو يديني شاة جي بي تي كلود وبعد كده جيميناي جراك متا AI باي متا وهنا هتدوس تلاقي في المصادر كل دي المصادر لو أنا دست كده على المصادر هدوس عليها مرة تانية هتدوس تلاقي كل المصادر ظهرت عندك هنا في الجنب تقدر إن انت تروح لمصدر مصدر تشوفه يعني هنا المصادر مثلا من financial times, medium, tech media تقدر إن انت تروح تشوف هذه المعلومات بالتفصيل من خلال هذه المصادر زي ما إحنا شايفين هنتقل إلى الweb site نرغب اتنين نقرب ونشوف ونشوف وطيز زه موست اي 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 ايج جنر ريتر فري اي اي ايج جنر ريتر جيف مي ايج 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 انا بدور على free ai image generator انا عايز الافضل والاحسن اللي بيديني نتايج كويسة هنا بقوله the most free ai هو اعطاني اكتر من حاجة اعطاني canva اعطاني microsoft ai image اعتقد اللي هو بدال E اللي هو designer ايضا stable diffusion on-line كل الحاجات دي ممكن تستخدمها بشكل مجاني هنا ممكن أقول له What is the paste one Of the previous Five إيه أفضل واحد في الخمسة دول هنا برضو من خلال البحث عن طريق الويب بيقولك إن Canva AI image generator هنا البعض ممكن يستغرب بيقول إزاي هو يمانشن Canva's AI image generator ولكن حالياً Canva في حاجة اسمها Canva Dream Lab تقدر أن أنت تنتق سوى بالذكاء الاصطناعي Powered by Leonardo AI لأن في شراكة دلوقتي بين Canva وليوناردو AI فهو هنا عشان كده ذكر Canva أعتقد وهنا بالنسبة لتاني حاجة Microsoft AI image generator وهنا الكلام ده من خلال الانترنت أو البحث عبر الانترنت هنا في حاجة بقى مهمة أوي بيقول هالي استخدم شات جي بي تي for every search في كل عملية بحث نزل الكروم اكستنشن في كروم اكستنشن عشان يحول لك ال default search engine اللي أنت بتستخدمه العادي جوجل مثلاً هيحوله لك ليه شات جي بي تي وأحصل على إجابات in real time في وقتها باستخدام المصادر فلو أنت دوست على get extension هنا حينزل لك الاكستنشن فبدل ما تستخدم المحرك البحث العادي بتبتدي أن أنت add to chrome شات جي بي تي search كمحرك بحث بالذكاء الاصطناعي ودي أيضاً حاجة ممتازة جداً من شات جي بي تي تعالي بقى نشوف حاجة من الحاجات المتعلقة بالأسهم بالعملات بالأخبار الحاجات المفروضة إنها تكون محدثة دايماً بشكل مستمر فهنا حنجرب مع بعض هروح أعمل new chat هروح هنا أتأكد أعمل search على الويب ما هي آخر أسعار الذهب بالدولار الأمريكي مثلاً هنا حيقولك اعتباراً من الجمعة 1 نوفمبر عطيك السعر 24 إرات 22 إرات 21 إرات 18 إرات زي ما إحنا شايفين وعطيك لو دست على المصادر كمان هتبتدي تروح للمصادر اللي جاب منها هذه النتائج وحضطها لك في جدول بالشكل اللي إحنا شايفينه هو مفيد جداً في هذه الجزئية أتمنى تكون استفدت من معلومة النهاردة نحن نشوفها في شكل عملي والحمد لله شفناها في شكل عملي قد تكون متاحة زي ما قلتلك قريباً للناس اللي موجودة على الويت لست وأيضاً بعد كده لكل المستخدمين في أشهور المقبلة أشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTech for You يا رب الكل اللي بنقدمه يكون بيعجبكم زي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد أعزائهم تنساش لايك وشير وكومنت دومتهم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته